بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة نهاية الاسبوع الجمعة الخامس من ابريل الفين وتسعتاشر التاسع والعشرين من رجب الف ربعمية واربعين هجرية طيب نهاردة في اخبار كويس من ليبيا ده اهم حاجة الجماعة بتوح هفتر وهتفتر وتصوم وكلان ده كله كانوا علقة اسلهم كتيبة كمنا الكتيبة دي ممكن تكون تلتمية واحد تلتمية خمسين ساعته باربعين فاللي جاي من هناك ده من الشرق مدعوم بالامارات بالسعودية باسرائيل بفرنسا بالسيسي وكل المرتزقة لخدهم قصة حرامية النهاردة صح كده ولانا غلطان وده الجزء التاني هنتكلم فيه هنتكلم عن حفتر الاسير الذليل اللي رايح بعد الثورة ما حصلت اللي جابوه بعد الثورة وحصل تلات سنين عشان يبقى سيسي نفسي الكلام وعاوز يعمل نفس اللي عمله السيسي وعالم غربي معفن ناس في التعبير والله ما يتقالش بس معفن امين العالم اللي قوموا متحدة في ليبيا وهو موجود في ليبيا كان حفتر بيعمل بيحرك الحرب لا امريكا اسمعتها احس ولا حد اسمعتها احس لو كانوا متصورين انه هيقمل ايه يحتلوا ترابلس وبعدين بقى نتفاوض وبخلصنا من الارهابيين والاسلام والصوار والكلام ده من اللي بيمول سلمان بنفسه سلمان وبين زايد قاعدين قاعدوا مع حفتر وحفتر كان هيتشال لما حصلت له الجلطة اللي راح فيها فرنسا دي وبعدين قالوا خليه يمكن ينفع معروفوش معرفش بقى فرنسا ركبوله اجهزة تعوضية ولا ايه عشان يقدر يكمل المعركة قاعد حفتر تاني بذكرك بيه اسير زليل كان في المعركة اللي ضد تشاد وتأثر وخرج من القاس وبقى عميل المخابرات الامريكية وجاي دلوقتي يشغل في ليبيا يا صلاة النبي يعني حفتر لما يقول قائد عظيم قائد منين يا حيلاً باي امارة ده حفتر ده قائد الانسحاب اللي اللي قذافي قال له فلاتسلكي انسحب هو مدحقش انسحب وانا هوريك وسيقة النهار ده مهمة جداً مهمة جداً وحفتر دوق قذافي لما تسأل عنه قال مين حفتر ده ولا ينارفه لland partner posted ولا ملقوا اي حفتير في الدنيا انا معرفه وبعدين قاله اللي انكرته ده قائد عسكري عندك قل يعني اقول ان انا مأسول لقائد عسكري يعني القذافي بايعه زمان والسيسة هيبيعه دلوقتي واللي بيين شوف هيربوه والأسرة اللي عندهم والمرتزقة هيطلعوهم لسه الفضائح كتير ده لسه في أول دخلة فلجأوا للحرب النفسية وقال لك ان البوابة مش حاف سبعة وعشرين ولا كام تم احتلالها راح الراجل فايز الصراج راجل الذكر المنتخب من شعبه راح عند البوابة وقال لهم انا اهو البوابة محتلتش ولا حاجة يعني نظام كدب عارف زي السيسي مقولك ايه حررناها مصر من الارهاب وسينا خليها راجعة تاني لنا والكلام الفارغ ده اهو نفس الكلام احمد موسى شغال هناك دلوقتي مع حافظة يا احمد موسى ومصطفى بكري اهو بص كده ده الراجل اهو عند البوابة بابا دي رخم كام يا شباب سبعة واشي اهو يا عم بيقول لك لأ ده احنا دخلنا البوابة ومش هارف اعملنا ايه ابدا ابدا ما حصلش الراجل المفتي الليبي السابق طلع وقال كلام وتصريح مهم مفتي البلاد الليبي طلع وقال كلام مهم واتهمة فيه ليبي اتهمة فيه السعودية والامارات باموالهم الفاسدة وانا عربت لك انبارح سورة سلمان وهو بيستقبل حفتر وزايد هو بيستقبل حفتر وعفتاح السيسي هو بيستقبل حفتر ده طبيعي بقى جنود مصريين هناك لا استطيع ان اؤكد بس ما قدرش ينفي لانه هده هيحصل فيه مستشارين هناك الملك سلمان بيقابل حفتر ليه بصفته ايه ده لا رئيس وزراء ولا منتخب ولا يمسي حاجة ده واحد نصب نفسه وزير للدفاع طب هو فيه وزير للدفاع بياخذوا شعبه طب فيه وزير للدفاع يا جهلة يا عملة فيه وزير للدفاع بياخد تعليماته من مين مش مفروض من رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ما قالوش تعال اخذوا بلدنا ولا حاجة فنصب واحتيال واعادة احتلال وبلطجة وقلة ادب واجرام بس الشعوب مش هتسيب الناس دي ولا سهل ولا هين ولا سهل ولا هيسوح بكل البلطجة دي يعانو عيب قوي ات مالك انت السورة قدامك بتاع الملك سلمان ولا تمال اهليكم مالو تمالكم مال الشعب الليبي تعطولي الامة العربية ويطلعبوا الغيط في المؤتمر يقولك تركيا وايران بيت يدخله في الشؤون او ما الدول بيدخله ايه في المحش يعني بيدخله في الكوسة ايه الارف ده وعاوزون تبقى دول ازاي والناس تحتربكوا ازاي شوية عملة كلكم عملة بتنفذوا عشان ده هربية عشان تبقوا في السلطة يخربت دي مغيتكم ده انتوا محتاجين تتربوا بالشماشم زي مرتضى منصور لا صحيح مرتضى الضرب بالشمشم صح وليه رمت عليه قال له قال له خزها ورب الكعبة انك ساكلتك امك صح ولا داتوا بالشمشم فقال له انا مهمنيش انا ولا الرئيسي هماني ولا حدي هماني انا الوقت الجن لا جيش يخوف ولا سجن يلم حاجة كده يعني ضربته بالشمشم وقامت جالدة الوطن مطلع عليك المنشت مرتضى يضرب بالشماشم هاجا وماجا ودي علامة السلطة بتقول لي ايه الالاقة بالليبيا وبين آآ مرتضى مرتضى تضرب بالشمشم والمرتضى هتضربه بالجزم فين؟ في ترابلس مسألة بسيطة وزي ما قلت حالك هيكون معنا اللواء يوسف المنقوش رئيس اركان الجيش الليبي السابق يعني حلقة عسكرية بامتياز قدامك اوه عاجل مرتضى منصور ضرب مرتضى منصور بالشماشم في النادي النهري يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يستاه لعلى فاكرة مكتباله من زمان صحيح والله مرتضى نبعيز زعوة اقول لك يا مرتضى هوريك الفيديو وشوف مرتضى بيقول ده مرتضى بيطلع اصوات من مناخيره بقق انت عارف كده في الفيديو ده بس احنا شايدين عاملين لك تيط مرتضى بيفلفص والظاهر ان الشبشب ده اخر علقاته انت فاكر زمان لما راموا عليه بقول لعلى ابو اخزى يعني ميرو كوسين انت عارف الكلمة المصرية بتكتب في الصحافة ترطروا يعني انت جمعوا والدولوا في الكيس بول وتهزق كتير اهو ده الفيديو بتاع البول هو كان بول بس يا جماعة وهتقول لبول بريمر بس هب شغل الصوت يعني ولا ده من غير صوت ادي له يا ابن على دماغه هبا هبا ادي ده دي موقعة البول النهاردة موقعة الشباشب سماعك بقى مرتضى وهو بيتكلم مع نساء فضليات وغير فضليات بيكلم معهم شوف اللغة الراقية لراجل الاخلاق والقيم بورتضعها منصور مولانا المفروض لما يتكلم يعطونه ما زكت الشعراوي تكلم في الدين والاخلاق انا دخلت تلاياتهم بيحشاشوا طب وانت طيب تحشاش من ايه ولك دخلت النار دي اقولوا ليه في النار دي ان فيه نسوان بتحشش فقيت من بيتنا عشان امسكهم بس لما بيت حشش في المياه طب لما بيته في المياه طب ما تخلي الحشش واجب الشرطة صح هو ده طب نسمع القصة دي وبعد ان يتكلم رئيسة واحدة صور ايه مجلولة انا مجلولة اتحتي ازلي مني اتحتي ايوه انا حدث عنك بي يبقى ايوه الحقول اشنا في نادي من زمالك العلمين ومرضلة منصور نادي بالامن والبنائة وعايزين يغربونا واحنا عضوات في النادي ايوه اشرا حدث العمالك التابع انا اتطلع من تي خانجي النهار انا في النادي المهري احنا عضوات في نادي الزمالك وحنا في نادي التالنهر التالزمالك ويفعل تعملوا ده انا مرتضى منصور بقى الفاصل يا ايوه قولا بملاينا الامن والنسوان بتوع الامن عشان يضربونا الحقونا حقونا نايسة حقونا ايه ايه انا مخترم غزبا عنك انا مخترم غزبا عنك خلاص خلاص هاتجدنا عنك خلاص 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 ايوه بسرعة لو سمح بسرعة ونعمل اخلاق ونعمل لربا ونعمل لقدم ونعمل لقد طلاء ونشت جمين فخر الصناعة العسكرية ربيب تربية المخابرات صديق صدوق وملازم اول لعباس كامل ورجل عباس كامل في المحامة وفي الحياة المدنية وفي كل الوساطات والعمليات القذرة التي تجرى في السوق المصري عباس كامل موكل مرتضى منصور لإجراء كل عملياتنا بالأراضي في مصر نقول لك كلام أنا مسؤول عنه وحكيت لك في هذا البرنامج انه فيه راجل سعودي خليجي عموما كان في يوم الأيام رايح سمع من السيسي انه هيدي أراضي للجماعة اللي عندهم هايبر زياد ونماعدوا معا فرح فنزل مصر قال لهم أنا من الناس اللي عندي هايبر في السعودية وفي الكويت أنا عاوز عاوز قطعة أرض قالوا لا 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 قطعة الأرض انت تروح لمرتضى بيه الأول عشان هو اللي بيسلك لإيه السجن الرجل الذي سبب كل المعارضين وسبب نفسه وسبب أم وابوه الرجل الذي ليس له مثيل مرتضى منصور شتم وعربدة ولم يستطيعوا أن يسحبوا منه إيه رخصة مجلس الشعب ده يعني ممكن دي تسقط الصبح يدخل السجن عملوها مع وكاشا لأنه تكلم عن الإسرائيليين واحدة مش عضوة بيلفوا حشيش وده طب ينزل لقيت السجاير خدت القلبة بالسجاير رميتها في الماء قاعد يسراك ويسواته أنا هحبسك أنا مش عارف هكلم مين أنا في التلفزيون المصري جوز أتكلم داتني التلفون بتقولي أنا هعمل محطة قال لي طب أنا هموز جازمتك بلاش موضوع الحشيش من الشديمة اللي قاليتها بلاش حشيش أنا بقول دلوقتي أولاً الصائعة اللي عملت الفيلم ده مع تولدت الوطن دي ما أنا مش هسيبها لأنه مش عضو عندي في النادي وعلى فكرة بقول تاني يعني لولا جوزة بس الجازمة أكترميتها في الماء لأن لما يقول مرة بتلف حشيش وهو نادي الزماني وأنا رئيسه ويقولي لي خبر بالكلام ده لأنه أرميها في الماء فعلمين أرميها في الماء أرميها في الماء ده مين؟ الحاجة مرتضة على الجوزة بس الجازمة بس أنا عاوز بك حاجات بسيطة خالص كمراقب لو رئيس نادي دخل على النادي بتاعه وتلاقي في نسوان بتحشش يأمل إيه؟ يأمل إيه؟ ما بتقولش انت يحشش معاه يحشش آه؟ ثانياً يعمل ضبطية يجيب الأمن ويأمل إيه؟ ضبطية صح ولا لا؟ هو في الغالب تلاقي واحدة ستة بتشرب سجارة ولا حاجة بها صحبتها وستة شيكل بتاع ماهتمتش هو ماشي يعني ولا حاجة أي حاجة ولا عكراتت مع حد فحد استدعى مرتضة يعني قال له تعالى الحق فقالك لما ربيهم العالم ولا دي اللذين هدون مرتضة منصور بيقولك جوزها بس رجلي وقال لي متأملش لما يروح يعمل المحضر هيعمله بقى نصفة يقول ايه؟ انه مش حضوة في النادي وكانت موجودة فيه كتير ناس مش قراءة في النوادي بيخشوا بتذكارة معاشرة وخمسين جنيه صح ولا لا؟ اتنين الاسوات القبيحة اللي طلعتها من زورك دي هتتحس بايه؟ اخلاق عميدة يعني مسلا وبعدين تشتم الست وتقول لها انتم شوت ربيا ما تخوفين ايش ماشي يتعدي انه ما تشمع عمفتاح السيسي ده بيقولك ايه؟ ولا الرئيس يمني لا ايه ده عد قوي طبعا هو طبعا عمفتاح مش رئيس ولا حاجة بس يعني مجازا المجازا مرتضة ويقف الغلط مش كده؟ تهالي كده ان هو غلط نشوف الفيديو التاني ونشوف اذا كان غلط وانا ما غلطش وما بخافش تاني ما بخافش تاني ما بخافش وانت قددتك مسؤولين كبير في الدولة ما بخافش وكان لازم ارمي قلبة السجار بالحشد المية عشان اخي الرب نشأ محترم فاهمة؟ وهنزلك الفيديو وانت بتشتم العيال وتقوله ما تتحفصه وتتقزه ها؟ مين وراك؟ بقول الجهاز اللي ورا الوطن لا انا قرفت انا قرفت وما بخافش بقول تاني انا ما بخافش هتقتلوني؟ هتلافهولي قضية؟ ها؟ ها؟ انا عامل فيديو سايبه لولادة هيخلص عبكوني واكتر واحد يحب البلد دي مرتبطة سؤال هو فيه جهاز ورد وطن؟ ليه صحيفة الوطن؟ وما بخافش هتلافهولي قضية؟ هو مصر المحترمة بيحصل فيها كده؟ مش عيب؟ مش عيب تقوله على ان عصر السيسي بتلفق فيه قضية؟ غلط ولا لا يا السيسي؟ ده كلام ابيح عيب؟ هيب؟ ما صوفهاش ولا حاجة بتلفق؟ ولا يحطوك مخدرات؟ هيب هيب؟ هيب والله الكلام ده؟ هيب؟ بكرة هتقوله لأحفادك يا ابني؟ بكرة لما تتأكش هتقول ايه؟ هتقوله لكزوني انا عبوز رجلك يا زيسي؟ هيب خلي حاجة لبكرة مش هقول كده اجمد كده؟ انما تقول ايه اطلاف قول اعضايا وعندي فيديو؟ مسجدره عند ايالي؟ طيب ما هياخده ايالك يا عبيت؟ اكيد دلوقتي بيستجوب الوضع احمد والمملكة اللي انت على الاسبة اللي انت عملها دي هتقع ايه 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 ده رئيس نادي؟ وعضو في مجل الشعب؟ اه ده خير معبر عن الانقلاب لانو الانقلاب صندوق زبالة فلازم يطلع منه الزبالة دي دي الزبالة انا بسمك يا بص يا مرتضة انت طبعا حرموكم الاعلام وبتطلع تسجل انا مخايفش انا مخايفش بتنزل نفسك كده والله يمنفع معا لأسي موسيقى لما قاله يا مرتضة يا مرتضة انا مش بحيبك يا مرتضة شوه ده مرتضة اجد عم؟ فاتح سيدرو، بلتاجي، عرباجي، ايه ده؟ ايه عم فين؟ فين مدرس الاخلاق الحميدة كده؟ وشرف امي، هنفخ امه اللي حاجات اللي هي دي؟ ما قالهاش النهاردة كتير قالك قالك عليها الطلاق بالتلاتة عليها الطلاق يا خرب بيتك ده الانقلاق، حاد شو بيرو حطه جنبه، هاد متحاد شربي حطه جنبه هتلاقي نفسي العينة، احمد موسى، مصطفى بكري، عمر قديم، نفسي نفسي العينة، صح يا ساس؟ هم نفسي، هم اشرب بس هم اشرب بسمعناش بتقول عليها الطلاق بصراحة يعني يا ترى بقى هادي الليلة كيف ستمضي عليك يا مرتضى؟ ما نعرفش، احنا ما نعرفش، احنا بنحسن الظن بالاجهزة لاني بقولك فيه جهاز ورا الوطن، ما عرفش بقى جهاز اعاقة، جهاز تسليك، جهاز ايه ما تعرفش؟ سليه جهاز، فهو عارف الاجهزة، فعيب لما تتكلم على الاجهزة صح؟ وبعدين الاجهزة دي حاجة غيبة، لازم منفروض تقول ايه؟ جهاز المخابرات، جهاز امن الدولة، صح يا ساس؟ جهاز المخابرات العسكرية عشان الامور تمشي، عندما عامل داكر وتقول اجهزة، وبعد كده بعد ما يسألوك في النيابة هتقولهم اجهزة تعوضية كلام فات، يعني هو مش داكر، بصراحة، يعني كنت متوقع بصراحة انه النهاردة يعمل اكترا من كده، بس بعد ضرب الشباشم ان واحد يدربك بالشبشم؟ كبيرة، صح ولا؟ وبعدين اقول لك انا خدت الحشيش ولا ميته في المالة؟ مش المفروض تحترس بالحشيش؟ طب انت عندك ضبطية خضائية؟ لا، طب مين يمسك الحشيش؟ الشرطة، صح؟ بيجي بمحضر نياب، صح ولا؟ طب يفروض تمسكوا واحد بيحشش، ساعات بيمسكوا اللي بيحشش ده بيطلعوه ببراقة لانه استعمال شخصي، تعرف كده؟ تعرف ان النصف افراح مصر ده اتر بقى افراح مصر مناطق الشعبية، الحشيش بيتامل فيها، والشرطة بتاخد ناصمة من الحشيش صاحي وتبشي؟ عادي يعني يعني انتو شفتم مهنك كده؟ تصدق وتقول بالله ما كنت عارف، بس انت اقول انت بايلي بيوديك المناطق دي يا ابني؟ انت لازم يبلغ ابوك عنك، شايف يا أستاذ معايا؟ أستاذ مرتضم عنا بيقولك درب منصور بالشباشب، مش بالشبشب، انا كنت فاكرة بالشبشب، يخي عليا، يخيها هتلقى بالشباشب يا أستاذ؟ اه مش عاوزين نقول كلب وراح بس يعني، الساعات برضو في من الكلاب حاجة مفيدة اه؟ انه بيقعد يقوي كتير، انما هو كلب وراح لا خلزين لا، ما هو كلب، بس اوعى بقى اتطلع بقى الصورة دي كاملة لا، في حاجة تاني فيه كلب تاني، هتلقى حولك ده تكلمتوك عنه قبل الهوى في السوشيال، قلتلكوا في واحد كلب بيشمشم ورا الاخبار، وبيوديها للامن، واصبح عضوا سامعين؟ في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، صح يا شباب؟ هل الكنت ده موجود عندنا على الصفحة؟ لو يقدر اخواننا اللي في الاخراج ربنا يجزاهم خير، يطلعوا البوست اللي انا عملته قبل الهوى هالي هو الـ ساموه سوش، اللايف، اول ما قلت الكلب اللي بيشمش بورد اخبار، كتير من الناس قالوا ايه؟ دفلان الفلادي، انا مش هقولك اسمه دلوقتي، خلاص؟ هو واحد كان ربي دعنه وحلقها وربي ايه؟ شانبه، كان عنده سكسوكا، وهو حسب الراجل اللي قال عليه مشانبه، شانبه، الراجل اللي قال عليه عليه زابت امن دولة، يعني اللي وصفه بكده زابت امن دولة، ما تفكرش ان انا يعني تعرف ان احنا بنحترم الناس وبنحترم اقدرها بسم الله، انا قلت لو فيه حد كسب الرهان قصد كسب السؤال الاجابة على السؤال اللي هو بمية جينيه احنا يعني انا متورع بيه، بس فعرف او صاله لك ازاي؟ هسيب اهم لك عند امن الدولة باخده بص يا سيدي، صلى على رسول الله، كتب واحد عشان ما نطلعش اسم عشاشا من فوق، بيقول بص بيقول في عهد المجرم مبارك عامل ابي حفظاه الله استاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا باكتوبر، فترة معينة، وذات يوم يا سلام لو الجيمي اشتغل معا وانا بقول القصة دي، صدق او استاذ علي، هتبقى الدنيا فل، لانها حدوتة وشغلنا حتة مزيكة كده من بتاعت اه، اللي هي بتاعت شهر ايار وشهر ازاد دي حاجة حيلة وخالص بيقول لك يوم فوجي ابي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه، طب ايه راك بتعملها ايكو، تبقى حلو اول القصة دي، صدق تقوم بالله تبقى جميل اهو، وعيد من اول عشان خاطر مشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم، هتبقى ليلا كويس جدا هتبسط انت انا عارفك، لانسيبك من مرتضة الراجل اللي انا جاي لك هاليدا هيبسط تتحك انت في عهد المجرم مبارك عامل ابي انا مش حاسن في ايكو بس مش وشكنا في عهد المجرم مبارك عامل ابي حفظه الله استاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم باكتوبر، فترة معينة وذات يوم فوجي ابي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لان هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل سأل والدي عن الضيف فاجاب رئيس الجامعة هو معايا ولما تيجي هاعرفك بنفسه ثم اكد على ابي بعدم الحضور بعدم التأخير ذهب والدي للمكتب فخرج اليه رئيس الجامعة مضطربا وقال ده فلان بيه من امن الدولة عايز يقعد معك ابتسم ابي قائلا بس سنة مشتبع اكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمانه بيتريق على بطوء امن الدولة دخل والدي المكتب ودار حوار طويل واسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات نقاشات تم نقلها اليه بدقة دارت قبل ذلك بين ابي وامام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر وبيعمل بالمكافأة ولم يثبت بعد سليم سليم وكان معظمها معظم الاسئلة عن كيفية او الكلام الي دار بينه وبين الامام الجديد عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات الراقية وقد تفش بينهم حينها إلا من رحم ربي التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين إلى آخر وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد الجديد خيراً فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة في نهاية الحوار قال أبي للضيف التقيل الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان بس أنا وهو الرد الضيف قال له طبعاً ما ينفعش نكشف فسادنا بس أنت عارف لينا في كل حتة كلب لينا في كل حتة كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا خرج أبي مذهولاً خرج أبي مذهولاً كيف يرتضي رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب بعد سنوات في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة أزهري وله ثلاث أو أربع برامج على التلفزيون ثم أصبح عضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مش مجلس الأعلى الكوات المسلحة نعم إنه سعادة اللواء كلب خالد الجديد كلنا أنا قلته منقول الصورة الثانية دي ما عارفش هي بتاعته ولا لا بس إنما أعرف إن الصورة اللي دي بتاعته ماعتقدش إن دي صورته عرفته بقى مين الكلب اللي بيشمشي موراك كل جديد وظفته إيه؟ من إمام متقاعد إلى شيخ بأمة كبيرة بينقل الأخبار وبيقول لك السلطان هو الإمام ولا يجب أن أعصاه وأسأل الله أن يحشرني مع مين؟ مع الفتح السيسي وقال لك طب نبوي إيه؟ ده النبي مات مريد ما تلاقاش حد يعالجه ما عارفش يتعالج قال إيه يا أستاذ؟ النبي مات مريد ما عارفش أو ما لقاش حد يعالجه شوف الوقاحة والجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يقولها بألف طريقة لكنه تجرق حلق ده أنه عشان يبقى شيخ العصر واحتمال اللي بقاف اللي معاه في البرنامج دور اللي بيطلعوا هيحلق قدقونهم وربى شنبه ومعرفش بعد بكرة هيربى شنبه ولا هيربى حواجبه ويحلق شنبه ويلبس واحدة ست واحتمال واحتمال كبير ما عارفش الفيديو جاهز ولا لا احتمال كبير وصدقني ممكن يركب حلقة فيه ده ما تسعالش ما تفكرش أن أنا معذر الدعاة الجدد اللي هم بتقعد الدين الجديد عرفت بقى أنا أنترك الإجابة الإجابة هو مين كاتب البصد إنه سعادة اللي هو كلب خالد الجدي سب معني خالدي كده يعني أي التاني قال إنه بداء الكبد كان ده ما يسأل لك نبه هو إيه هو حد قال لك بس حتى لما تتكلم عن النبي خد المفاجأة دي النبي نفسه مات بالمرض طب إيه وإذا ماردته فهو ياشفيه معروفة يعني ما هو ده ده قرآن ونزل على النبي والنبي عرفه وإذا ماردته فهيه ما هو ياشفيه إنه متى جرؤتك وحرؤتك إنك تحرف وتحارف وتحارف في كل ما هو مرتبط بالدين بتوردك المهالك ده المعلم بتاعه بقى كان إيه أستاذ إمام مؤقت يعني زهورات في مسجد في جامعة بقى نجم النجوم حالو أستوى حالو أمور وييجي منه مش فاكد أغنية أنت زمن اللي وده حلو سابق سنه أهو ده أهو الله أصلي في أي ناس كده وهمرتدى بانصور مرضو حلو بييجي منه حلو وما انظر يعرف يتكلم يلبس بييجي منه يعني ييجي منه المصلحة أمن الدولة مش انت انت خبيس الفاكرة غلط لا ييجي منه يعني إنه يعني آه طلع بالشنب طلع منه كم نسخة الراجل ده بالبدلة بالساعتين بالشنب ها فيه مسخرة تالتة يسمعها في التهسيس هركب الطيارة ومونها بنزين وطلع يطير فوق العاصمة الإدارية بتعرف كده ولا لا طلع بطير وركب الطيارة عمال كده بس بالشباك كده وبشوف العاصمة الإدارية ما هي شوية طوب هي ايه يعني ما انت زورتها عشرمائة مرة وبعدين شوف المنظر ده بقى دي عاصمة إدارية ولا عاصمة عسكرية عارفين من في الصور دي يلا اقول وزير الدفاع رئيس الأركان ايه يا جماعة ده ايه يا اخوانا ده واللهم لازم ننفذ في الموعيد ننفذ ايه ابني قالك بنبدي العاصمة الجديدة من ايه قالك بنبيع أراضي وبنشير أراضي يعني الجيش بقى يا سمسار اه وانت عاوس تخنعني ان البيع في الأراضي دي بيجيب تلاتين أربعين مليار كده ده انت واحد من الصين قروض ومشترك معاه واحد من الامارات ومشترك معاه والامارات انسحبت مرة واتنين وثلاثة دي مصر لما تجيب بقى منظر الطيارة منظر الحرمان بقى وبقى لك يتفقد العاصمة الجديدة وحاجة من الجماعة بقى بص نفس المنزة صح عمل زي بالزبط يقول له ايه المدنى لينك ده الكنيسة شغلها انشاءت بصلي ما الناس فين شامع بيعمل كده سامع عامل كده الله عليك الله عليك يا حبيب والديك والقى البقى بتعسسي يقولك ايه حالي دموهم حالي دموهم ايه يا مغفر انت هو ده النهاردة تركيا بتنقل مطار اتاتورك بتنقله لوجستيا اكبر عمليت نقل لوجستي في التاريخ عارف كده او لا خلاص هيبقى مطار استنبولي مت Holocaust ويعطى عمر قديب كان مبسوط من الانتخابات تعرف كده لا تعرفش انت شوفت انت عمر قديب ما شوتول عمر قديب طلع مدّحا في الانتخابات التركية وفي الشعب التركي اللعا مش ركية دي وحشه وكده مراش كلام طلعا قالك بصه بقى ا ااي بص حزب اردوغان يخسر انقارة وإسطنبول عرد من المدّد التركية الكبرى في الانتخابات المحلى مش كاسبة بأغلبية يعني الخبر اللي وكتبه صح اللي صح منه ايه انه وكسب كسب الاغلبية لانه ما تخسر تلت مقاعد اربع مقاعد عشر مقاعد متحافظ على اغلبيتك بعد سبعتاشر سنة صح ولا لا تبقى انت قوى ولا ضعيف كلام اللي بيدور بيننا هنا مع الضيوف عن لماذا خسر ده الديمقراطية امعلم ده دي شيء ما تشتلاقيه في بالاكه عامر قديم قال لك انزل وشارك في استفتاء الدستور زي تركيا زي تركيا ازاي عامر زي تركيا يعني هو انت تنزل وشارك وخلاص تنزل تركيا يعني تركيا انت حالك مرات فيها والساس وانت بتلف فيها شفت اللي اوحات الكبيرة يا صورة دي قط ده عاملنا في مدينة ناصر وفي مصر الجديدة بس على فكرة انا لاحظت حاجة في اليافطاط الحمد لله سلط السيسي مش بحطوط عفريت الوقت اللي عكروت اللي بيخطط لهم قال لك نسحب سلط السيسي عشان ما ايه يعني ما نضيقش الناس وما نبينش النسيسي هو اللي عاوزت حكاية دي تعرف ان السيسي منزه نفسه عن الكلام ده انزل شارك ومصر بتتغير هي بقى لا بتتغير بقى لا تدي ايه مش يامش عارب الشيخ قال لك مصر بتتغير مش كده ولا بتغير طب ما هي لو بتغير يا جماعة خلي بالك ما يجبش حد يشوفها هي بتغير لانه غلط عورة بص بص انا دوقات مصر بتتغير مصر بتتغير مصر بتتغير مصر بتغير في ايه ما اعرفش نفس اعرف والله العزيز اعمل الصح وقال لها يتعامل مع اللي خليفوك الصح اعمل الصح اللي هو ايه ده بقى منظر جميل او قال لك ايه نعم للتعديلات السورية لمستقبل افضل مفيش افضل من كده شايف الراجل ده بالصدفة معدي الراجل ده بالصدفة معدي مستقبل افضل ازاي يعني ده راجل يعني هراء زرق واعمل الصح ده حزب النور ده قال له ايه شابهوا بس ده حزب مستقبل وطن ما هو ده بتاع المحابرات يقوم عمر قديم يعني ياخده الحماس ويغلط ويقول لك اعمله زي تركيا ده ممكن دلوقتي ده ممكن تضربوه على صلعته والله العظيم عشان الكلام ده ده الكلام ده معناه ان هو انه التجربة التركية مقصرة فيه نسمح كده لو استاذ عمر بلحة نشوف اللي هو بيكلم من الناس ووفايا من الناس بيسمعه وينزل يا راجل تسلي عن نبي وينزل وقال نزله ما هو ما نزلوش قبل كده مش قاعدة عياته يا عم نسمعه بتاعت ايه عشرة خمس شاشة في المية اعمل الصح يا حزلقوم ده جانبت العربي الجديد اعمل الصح يا حزلقوم كان فيه ممسل اسم حزلقوم صح اعمل الصح يا حزلقوم المسخرة دي مش هتعدي وزي ما انا قريت النهاردة الفنان عمر واكد عامل بوست بيقول ان فيه استفتاء او حاجة زي كده هتطلع يعني معرفش ايه كنها لكن بالتأكيد الشعب المصري مش هيسكت مش بقول لها كنزل وقول لأ لان ما فيش حاجة اسمها لأة تحت حكم الطاغية ما فيش لا لأ ولا آه يعرف ان السيسي مش حد يقول آه والله ما بهزر السيسي اللي عاوزة تقول آه ولا لأ لانه بيكرع فكرة انك تكون شريك السيسي بعد تلاتاشر اللي حصل انه مما الناس بدأت تتكلم احنا كنا شركاء معاك قالوا الله انت هو يلا يا ميس يلا يا جموس يلا طلعهم كلهم لان كل واحد اللي تلفزة بالقول بان احنا ساعدنا في الفين وتتاشر شالوا تسيسي كلهم سياسيين وغير سياسي اهو بلغني احد بلغني احد الزملاء ان هناك منبر الكتروني للاستفتاء على تعديلات فقط لتقدير الرأي يعني مش ناسة منبر مستقل وامن وغير قابل للتزوير سأعلن عنه قريبا ياريتلي ساعدوه في انتشاره التصويت هيكون من غير لجان ولازم تبقى مصري عشان تصوت وارونا بقى هتزورو ازاي ده كلام كبير كلام كبير بس طبعا انت عارف عمر وهي كتساعد مخبط خبطة يمين مخبطة شمال بس اللي زودها قوي اسمه عبو النجا زودها قوي طبعا ساعد الدينة كلها وقال لك الفاشية الدينية فطبعا موقفه يعني لا لا عمر يكت شوية انما هو يقول لك الفاشية الدينية ما فيش هنشفها دينية ولا فاشية لحماتية ولا حاجة العملية كلها اخ عمر التوخ عبو النجا يعني العملية معروفة يعني بطلوا يعني مش عشان احنا نغاطب الغرب نقوم نبيع ولاد البلد ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ابدا لكن على اي حال السيسي راح كعاصمة الادرية ويه امن الدولة والمخابرات راح تشترت خدت من كل التجار فلوس عشان يعملوا الايه الصوانات دي مفيش واحد حط صوان بايده ولا واحد كتب يفطب ايده ده كله تكتب فين في امن الدولة والمخابرات والزيت والسكر بيتم دلوقتي ومفلوس كتير برضو مش الشركات هي اللي توزع اللي يوزع الجماعة دول هو يقول لك ايه كيس بس تاخد الكيس ويقول لك ايه مولد سيدك عفتاعة مهندس زاكي ده محدش بيكتب حاجة بنفسه يعني كل ده حتى الخططين بيجيبوهم عشان يعملوا واجب وطني طب نلاقي عليك زاكي ده هيقول واجب وطني دي يعني واحد اسمه زاكي شركة مش عال هيقول واجب وطني طب مش يبقى ذكر كده ويقول ايوه احنا مع التعديلات مسلا فهتلاقي زاكي بيقول مواجب وطني والتاني يقول مع التعديلات طب انزل وشارك اعمل الصح اللي هي الحاملة اللي هنتراك عليها من زمن لقابل الانتخابات ما تبدأ على التصويت هنبدأ نعمل كده وهنعمل طابل وزمر ونبقى هادي ده ما يعملش الدولة على نموذج الدولة التركية ده يعمل الدولة الهابلة العبيطة اللي خلي بالك اللي ما بيجيبش نتائج وبتخلفش عيال خلينا تكلم بصراحة خلينا تكلم بمتال امان الجزائر تعمل فيها تقطيها صح وفي النهاية برقيبة والمخابراته اللي هنتراك هم اللي بيديروا البلد والجيش كان غيران منهم هم اللي ايه راحوا تم اقالب او ضم المخابرات العامة في الجزائر الى المخابرات العسكرية زي ما حصل في مصر بالزمن بعد الانقلاب عم فتاح السيسي لغى الراجل بتاع المخابرات العامة كان اسمه خالد مش عيد اسمه خالد ايه وبعدين عشان يعيد تركبها حط الراجل بتاعه اللي هو عباس كامل فين في المخابرات العامة وحط له ابنه الجزائر اقالة رئيس المخابرات بشير تيرطاق ليه يا معلم لانه المخابرات هي اللي كان بيديري الجزائر منزو عشرين ايه جه الوقت بقى دلوقت انه يدير المخابرات اللي يدير البلد مين العسكر بقى لا احنا تاخدوها شوية عشرة لكم وعشرة لنا والشعب لا شيئة له هي كده يا بيه هي كده وهو على الشعب الجزائر يزعل مني ويقول لي حن اخوة مع الاخوة كل الكلام ده بايز مع رئيس الاركان كان موجود في العصابة كلهم كانوا موجودين فاذا لم تأخذوا حذركم وتجهزوا اسلحتكم اسلحتكم هنا هتافاتكم وصمودكم في الميادين اذا لم تتحدوا في الميادين هتروحوا في الرجلين وتوقع تجي تعدم بنا بقى نوقع ان ايه ما هيسا لانه الكلام واضح دي منطقة دخلة على العسكرة كلها عسكرة بالكامل يعني ايه مخابرات دين البلد ولذلك قلتلك في التسلسل بتاع التخلي عن الجنرالات يأتي مين تلات تلات رئيس الاركان المصري رئيس اركان المشاريع اللي راح وزارة النقل مؤقتا قبل ما يترحل واعباس كامل سجل على زوبع واحتفظ بيها دول لازم يتخلعوا من امكانهم بعد شوية فعباس كامل يتخلع رئيس الاركان بياخد بالجزمة من عفتها السيسي وشتموا وغزقوا لقيش المخابرات لسه شوية قصد رئيس المخابرات عمل حركة حلوة بصراحة تحب أقول لها كالية الثلاثة عام دين وقت شوف يا سيدي من كام يوم كده عفتها السيسي جالوا ضيف اسم محمد بن زايد فاكريني التروحكية دي صح وجي معاه تركي قال الشيخ اللي أنا أقول لك هو ظابط مخابرات أو بتاع المخابرات التاني بعد مين بعد الراجل اللي اتعكش اللي هو كان متحدث باسم قوات الجيش التحالف العربي اللي اسمراني ده كان اسمه ايه اللي اتهم في قضية لا 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 مش القتيبي اللي اتهم في قضية جمال خاشقجي نائب رئيس المخابرات ايه لا لا احمد العسيري الله يبتعليك قال العسيري احمد العسيري مريح فمين اللي شغال بديل له دلوقتي حسب معلوماتي تركي قال الشيخ عنده حرية حركة فبيشتغل الاتنين دور كان قاعدين مع بعضهم وكلين شاربين تمام عفتاح السيسي اللي بيطلبه محمد بن زايد بياخده عاوز معلومات خد معلومات عايز يا أستاذ أراضي خد أراضي عاوز نعدل في الكستور والدستور والقوانين خد الانستثمارات عندك تمام نشتغل في ليبيا وناخد صفقات سلاح ماشي ثم حصلت المفاجأة وارجو من زملائي ينتبهوا للكلام اللي اقول حدثت مفاجأة كون ضو بيطة الصورة دي لها سبب وهو سبب خطير اكشف عنه للمرة الاولى ضو بيطة جاسوس دبط جاسوس اماراتي في السفارة الاماراتية في القاهرة يعني مش نقصا نعم فتاح نفسه بيجسس صالح الامارات بعته جاسوس زابط بيشتغل فين في السفارة فطلب عبد الفتاح السيسي من محمد بن زايد الحضور الى القاهرة في اللقاء السريع اللي حدك شفت هنا ثم انتهى الامر بالصورة السلاسية بين قائد مخابرات السعودية الفعلي يعني بعتبروا كده وقائد محمد بن زايد وعبد الفتاح بن سيسي بن سيسي اللي هو الجاسوس السهيوني فين في مصر ايوة اي الصورة دي يا ولاد حاجة جميلة جدا خالص خدوا تركي قال الشيخ قاعدوا مع بعضهم وقال لعب فتاح هن ما يرضينا ابدا زاعدك والملك سلمان قال اللي يزعل ابو مصطفى ولا ابو محمود ابو حودة اللي يزعل ابو حودة يزعلني وترى انا جايلك برسالة من سموه من خادم الحرامين ترى اللي تريده يحب على راسك يحب على راسك يجيب لك شنط وشويلة فلوس يجيب لك شويلة ما عنا مشكلة والله يا ابو محمود ما اتجسر خطرين والله ما اتزعلني فكانت الصورة دي وكان عفتاح السيسي في المنزر اللي حداك شفته ده وهتشوفه تاني كان مش لابس جرافطة يبدو ان المعركة كانت احتدمت وعفتاح عمقالة الجرافطة وقال لهم ايه انتوا بتعملوا ايه انتوا جايين تجسسوا علينا محمد بن زايد ليست هادية المرة الاولى التي يتجسس على دولة فقد تجسس من قبل على قطر وعلى عمان وعلى البحرين وتجسس على الملك ومحمد وتجسس على ابناء عمه ابناء عم الملك وابناء عم ولاد عم محمد بن سلمان انت عارف ايكا دي عم طريق ايه البرنامج التجسس الاسرائيلي اللي عملوا واللي اشتغل بيه وزارة الدفاع الاسرائيلية وسلمت نسخة منه محمد بن زايد ثم محمد بن زايد كان يستعين بفرق امريكية من العاملين السابقين في لتجسس على الناس اللي في المنطقة ثم استخدمت السعودية هذه الطريقة للتجسس على جيف بيزوس اللي هو بتاع امازون موقع امازون اللي هو رئيس او مالي قناة واشنطن بوست وتجسست على الناس كتيرة جدا عفتاح فاهم انه محمد بن زايد هيصدق المعلومات اللي بيديها له عن طريق رجالته فزرع له ضابط ايه مخابرات في السفارة المصرية في السفارة الاماراتية فيين في القاهرة قامت خناعة استدعوا الراجل ده زي ما انت شايف كده بسرعة وبعدين جيكا التركي قال الشيخ لان التركي مالوش موقع من اراب الا انه يكون زبط مخابرات كبير او هو مسؤول المخابرات اللي شغال محمد بن سلمان بينزل البلد زي ما انت شفت كده عندنا عاوزها رياضة ياخدها رياضة عاوزها ترفيه ياخدها ترفيه عاوز رياضة ياخد متحجر بيه مش عارف كده صح? وحسام وبلسم وهيسم وكده قلبناها ترفيه ناخد الفنانين والممثلين وبتاع والصورة دي جميلة جدا اسحاب مع بعضيهم القعدة دي المفروض بيجيها مرتضة منصول لانه كان فيها حشيش المفروض دي ايه ديول بيحششوا المفروض المعالة مرتضة يروح يقعد معاهم في الصحراء او تليه هو اللي كان بي ايه بيحجر لهم عارف يحجر يعني ايه يعني حط حجرة قدام العربية قصة سعادة يقول لك الحجر يعني ايه يعمل لك الحجرة بتاعة الشيش انا مش قصدي كده بصوا بيبصلوا ازاي واللي يخطي عليها لو تعمل زوم على النظرة العاطفية الانسانية البريئة الجميلة بين عفتاح وبين محمد بن سلمان والله تكون جميلة وبرضو الصورة بتاعة محمد بن زايد وهو بيبص على مين برضو بيقول له الودة حالة انا رأيي ان هو بيقول له كده انا رأيي ان هم مستحليينه مو هيك يا ايه يا ابو سلمان قال له هيك يا ابو جعفر هيك ونص طبعا بتاع البحرين مش دارد انه في الطراء بس يشوفوا المنظر الله الله وبمناسبة الكلام عن الخليج بقى بدان الحلقة قلبت كده وبقت يعني شكلها دراما بمناسبة الكلام عن الخليج الاساس ضحي خلفان باشا اللي هو الراجل اللي هو بتاع الشرط الدبي قال لك يا عم انا لازم نغزو قطر بقى ده الكلام ده امتى اربعة بص كده قطر لن تتوقف الا اذا شنت ميليشيات عربية عليها اجمع مركزة ميليشيات مش جيوش هادي الميليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخل القطر يجندونا ويزحفونا درجين 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 على الدوحة علشان شايف عشان يفهم من يحكم قطر ان الفوضى تقابل بها كذا فوضى الله شفتوا الساس كلام ده قلتولك كم مرة بالله عليك والله قلته يجي عشر مرات قلت ان حلم غزو قطر قائم ميلي بينشل فوضى في ليبيا الامارات السعودية مصر مصر السيسي اسرائيل وفرنسا صح ومين اللي عاوز يحاصر قطر الامارات السعودية نتانياهو ومحمد بن زاين مش كده وانا غلطان والسيسي طبعا معاه السيسي كان بيحلم كده يا أولاد عارفين انتوا لما حصلت تهدد بالغاز والمقاطعة دي كان بيحلم يقعد على قهوة او ينزل في سوق واقف تعالي في سوق واقف هناك في قطر فيه بقى آآ هم كانوا بيجربوا بالحكاية دي شوف دي هم كان نفسهم معيني يعملوا المنظر ده كده وهم داخلين فيه للدوحة وقامت الجيوش العربية بتحرير الارض المطهرة قطر من ركس الحكام الخوان العملاء وهاهم الزعماء بس هيشيلوا الراجل ده اللي هو ابن ملك فصل اللي علي مين ده ده راجل يعني معافش كان هناك ليه يعني ده راجل مسقف يعني اللي هو قبل تاني واحد نعني مين جب من الزابط ده ويحطوا الملك سلمان يكون صحي كده وربنا وفقوا ويقبلوا بالبتاع دي كده ايه 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 وحنا جطار جبناها من جفا شغل والله العظيم احنا في سيرك والله العظيم احنا في سيرك انا ببقى احد اقربوا الاخبار دي ويقول لي العالم دي فعلا صحيحين يعني هو انت عندك قرشين عاوز تروح تاخذوا قطر وتجيب لقى مليشيات عارف لما يقول لك ايه والله العظيم والله العظيم لاجيب لك اتنبل تجيض رموك طب تروح انت تحرر الجزل بتاعتك صح طبعا انا مستعدة ساهم في مليشيات عربية لتحرير الجزل في قرار معايا حضرتك موافق استاذ احنا قد يجي سبعتاشر واحدين هم ممكن يطلعوا معنا الواحد منكم اربعة يعني ونص يبقى سبعتاشر ايه ده ايه العالم المجنون ده ايه القصة دي ايه الدنيا المهلفتة دي شعب امن في ليبيا بتروح تضربوا شعب امن في قطر بتروح تحاصروا شعب امن في مصر بتتبحوا لدرجة ان رويترز النهاردة بتطلعها تقرير ان في ربعمية ستة وخمسين واحد اتقاتلوا بحجة ان في تبادل اطلاق النار وهم كانوا محبوسين لدى السلطة نص الف واحد نص الف من ادم اتقاتلوا كده يقولك كان بتبادل نار وخلاص احنا موتنا وهنموتك انت ايه يعني كده كده هو واذا ما ثارت الشعوب ودسوكم بالجزم مش هتواقوك وتقول اوباما وترامبوا ايه ده ايه القصص دي ايه القصص دي ده كأنك بتعدى العدد في اللمون العدد في اللمون اهو قال لك شكرا يا دكتور وانا بشكر حضراتكم هنطلع فاصل وانا ألتقي بعد الفاصل نتكلم فيه ليبيا ما الذي جرى وما الذي يجري وما المتوقع ان يجري ترجمة نانسي قنقر